نجدد اتحايا على حضراتكم بشكل رسمي بوابة مصر الرقمية بدأت تشغيل الفعلي كمرحلة تجربية أطلاقها المهندس عمر طلعت وزير الاتصالات الأسبوع الماضي خلونا نعرف تفاصيل أكتر لأنه هذه المنصة مهمة جدا في وقت نحن بنتحدث فيه عن تحول رقمي بنتحدث فيه عن أنه خلاص إلكترونيا واللجوء للمنصات الإلكترونية أصبح مهم جدا فإحنا داخلين إزاي في هذا العصر معنا مهندس عمر طلعت وزير الاتصالات أهلا بحضرتك يا فندي أهلا بحضرتك يا فندي أشكرك على تضافة كريمة يمكن ناس كتير مهتمة أنها تعرف تفاصيل أكتر عن هذه المنصة هذه المنصة هتكون عليها خدمات قد إيه هتشتغل إزاي تمام يمكن جد التذكوري كنا في يونيو 2019 أطلقنا مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد المنصة كانت لمحافظة بورسعيد فقط وضعنا عليها مجموعة من الخدمات الحكومية المرقمنة وبدأ أن الإطلاقات هذه الخدمات تتعطب خلال 2019 لحظة ما بلغت 155 خدمة بنهاية 2019 هذا الأسبوع أطلقنا بشكل تجريبي بوابة مصر كلها بوابة مصر الدقامية بنفس السياق يعني بنبدأ بمجموعة من الخدمات ثم يتوالى إطلاق باقي الخدمات الخدمات اللي بدأنا فيها أفنم هي ثلاث حزم من الخدمات الحزمة الأولى خدمات التموين بالتعاون مع وضعات التموين تصدار بطاقة التموين تغيير البطاقة تصدار بدل فاقد بدل تالف تجديد أي خدمة من هذه الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين الخدمة أو الحزمة التانية بتتعاون مع نيابة العامة ووضعات الداخلية هي الحزمة الخاصة بترخيص المركبات وترخيص القيادة هذا يمكن للمواطن أنه يجري كل عمليات وإجراءات تجديد الترخيص سواء القيادة أو المركبات ما لم يكن عليها فح من خلال المنصة ويتلقى التخيص الجديد على عنوان الذي يختاره من البريد المصري بمعنى أنه ممكن يطلع على مخالفاته يتظلم منها يعرف تفاصيلها ثم يسددها يسدد مصريف الترخيص يسدد مصريف التأمين الإجباري ويحدد المكان الذي يرغب في أن يتحق فيه الرخصة الحزمة الثالثة بتعاون مع وضارة العدل وتنقسم إلى قسمين القسم الأول خدمات التوكيل كل خدمات التوكيل وما يتعلق به من إجراءات من حيث اختيار نوع التوكيل ملء البيانات سداد الرسوم ثم فقط يعني توجه إلى مكتب التوكيل لاستعمل التوكيل بعد أن يتحق منه الموافق من أهليات المصرف الجزء من هذه الحزمة هو رفع الدعاوة المدنية وليه طبعا موجهة للسادة المحامين أن المحام يستطيع أن يرفع دعوة مدنية من خلال بوابة مصر الرقمية ولا يتعين عليه الذهاب إلى المحكمة لرفع دعوة لموكله طيب إزاي برضو هيتم الرقابة على أنه ما يحصلش أي تلاعب من خلال التعامل مع هذه المنصة طيب لا أول حقيقة المنصة مؤمنة بالكامل بحيث أنه لا يحدث فيها تلاعب ولا يحدث فيها تخصيب البيانات البيانات المواطنين مؤمنة ومحمية بأحدث تقنيات الأمن السبراني والدروع السبرانية التي تحمي البيانات وتحافظ على خصوصية المواطنين المتعاملين معه خلينا أقول حياتك طب لو أنا مواطن لا يوجد التعامل مع تكنولوجيا وعايز أستفيد من هذه المنصة أو من خدمات مصر الرقمية يستطيع المواطن أنه يذهب إلى مكاتب البريد سنبدأ بخمسين مكتب بريد في خلال الشهر القادم ثم يدوال تجهيز المكاتب وإعدادها لاستقبال المواطنين الذين لا يرغبون في التعامل مع التكنولوجيا ويريدون يتمتعوا بمزايا خدمات مصر الرقمية يستطيع أن يذهب إلى مكتب البريد حيث سيقوم موظف البريد بمساعدته على طلقة الخدمات التي تقدمها المنصة دون أن يتعامل مع التكنولوجيا لو أنا الموظفين البريد جالي تتدريبهم من أعرف على هذا عشان كده بقول الشهر الجاي إن شاء الله نبدأ بخمسين مكتب ونعد الآن لافتات لكي يعني نعلم سادة المواطنين على المكاتب البريد التي تقدم هذه الخدمة وستتكفر بإذن الله لو أنا مواطن لا أرغب في التعامل مع التكنولوجيا ولا أرغب في التعامل إلى مكاتب البريد سيكون هناك مركز اتصال رقم ساخن يستطيع المواطن أنه يتصل به ويجري معه حوار لتلقي خدمة من الخدمات الموجودة على ملصة بصر الرقم هل ده أو يعني إلى أي مدى هيقلل الضغط على فكرة أن أنا أروح المصادح الحكومية وأعمل هذه الخدمات كلها بنفسي أعتقد فإنه هو نقلة نوعية في طبيقة التي تقدم بها الخدمات الحكومية إلى المواطن النهاردة نعلم أنه نشأت لدينا ثقافة في العقود السابقة أنه إزاي المواطن يعني يلاقي عناء ومشاقة في أنه يحصل على استحقاقاته من خدمات حكومية ويذهب مرة أو اثنين أو ثلاثة إلى مكاتب التي تقدم هذه الخدمات إذا استطعنا أن نوفق هذه الخدمات للمواطن دون أن يذهب إلى المكتب وهو في بيته أو في مكتبه أو أي إن كان ويتلقى نفس الخدمة ويجيله الرخصة لحد البيت في ظرف مغرق من البريد المصري أعتقد أن هذه تعتبر نقلة يعني وثابة في الطريقة التي تقدم بها الخدمات الحكومية للمواطنين طيب من خلال أن هذا الانطلاق تم بقاله عدة أيام كان يوم الأربع هل في أي ملاحظات لاحظتوها في خلال الأيام السابقة؟ طبعا هناك الكثير من الملاحظات التي أبداها بعض السابق المواطنين بعض المشاكل التقنية التي نتوقع أن تكون موجودة في تشغيل تجريبي يعني كل الملمين بالقراطة التقنية المعلومات يعلمون دوما أن أي منظومة معلوماتية لابد أن تأخذ بعض الوقت لكي تستقر ويمكن حتى بنشوف في البرامج المشهورة اللي كنا نستخدمها بيقى فيه إصدار أول وثاني وعاشر وثبت فتبلي هذه الإصدارات بكل إصدار بيحل بعض المشاكل التقنية والمصاعب التي تواجه المستخدمين يعني كنا نتوقع هذا ولذلك نشدد أنها تشغيل تجريبي سيحدث بعض العقبات وبعض المصاعب التقنية جريحة لها وإنك أيضا أخذ سيخن موجود على المنصة يستطيع المواطن أنه يتواصل معه لكي يبلغ عن شكوى إذا ما وجد صعوبة في الدخول على المنصة ووجد صعوبة في إجراء أي خدمة من الخدمات الموجودة على المنصة يستطيع أن يتواصل مع الرقم السيخن لكي يبلغوا به فالموضوع ياخد الوقت على ما أستقره ولكن الحمد لله الإقبال كبير من السادة المواطنين إقبال قد إي يا فندي؟ والله يا فندي مبارح الواحده بلغ أكتر من خمس سلاف في يوم واحد وده يعتبر يعني الرقم إذا بدأنا في خمس سمية في يوم بوصلنا إلى خمس سلاف أمس والعدد بيزيد وده حاجة طبعا يعني نشكر السادة المواطنين عليها ونعدهم أن ننبذ القصرة جهدنا لكي نحسن منها المنصة ونطور من أدائها ونزيل كل المشاكل التقنية التي وجهت بعض السادة المواطنين طيب إيه أكتر حزم المواطنين بيستخدموها أو بيدخلوا عليها يعني للاستفادة منها من خلال هذه المنصة أكتر حزم الحقيقة إلى الآن هي حزمة خدمات التموين يعني استخدامها مكسف جدا أيضا حزمة التوثيق الجاري يمكن بعض المواطنين لذالوا يعني مترددين في المنصة على المنصة لأنه البعض يعني لذال يتردد فيه أن يشدد من خلال الإنترنت ويفضل السادة الفعلي لكن يعني نتوقع أنه لابد للمنصة لكي بعد أن تستقر أن تكتسب طاقة المواطن يعني تدريجيا أكيد لأنه تغيير ثقافة مظبوط من غير ثقافة وهذا أمر طبعا لابد أن يستغرق بعد وقت نعم بشكر حضرتك دكتور عمر طلعت وزير الاتصالات شكرا لوجود حضرتك معنا ويعني طبعا هنتبقى مع حضرتك ما الذي يحدث عبر هذه المنصة المهمة زي ما حضرتك قلت في تغيير ثقافة نحن بغير ثقافة ثقافتنا كلنا نحن نبتدي نتعود على الاعتماد على الحصول على الخدمات إلكترونية بدلا من التوجه إلى المصالح الحكومية شكرا لوجود حضرتك معنا